موسيقى السلام عليكم ورحمة الله بركاته في حلقة النهاردة ان شاء الله اللي هنعتبرها كورس ومصغر هنجوب على كتير من الأسئلة اللي بتارت حول نفس الإنسان والنفس البشري عملنا مجموعة حلقات عن الفرق ما بين علم النفس الحقيقية وعلم النفس الغربي فبدأ المتابعين يبقوا عايزين يتعلمهم كيف نزكي النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بداخلنا لكن خلوني قبل ما أشرح ان شاء الله الوقت طريق تزكية النفس أو طرق تزكية النفس أقول لك وأقول لكم هو ليه؟ احنا لازم نزكي أنفسنا النفس البشرية اللي عندنا اللي ربنا سبحانه وتعالى زودنا بيها لكي نعيش في رحمته وفي نعمته ونعبده من خلالها إن لم تستخدم تلك النفس في الاستخدامات اللي هو وضعها فيها تنقلب تلك النفس وبالا على صاحبه لا تنسوا إن حادثة هابيل وقبيل لم تكن شيطانية وإنما كانت نفسية لما ربنا بيقول فطوعت له نفسه وحادثة الثامري السامري لم تكن شيطانية وإنما نفسية لما قال وكذلك سولت لي نفسي وحادثة امرأة العزيز لم تكن شيطانية وإنما كانت نفسية وما أبرئ نفسي فكتير من المواقف الصعبة في حياة الإنسان بتبقى النفس فيها هي الحاكمة في الموقف فإن لم يستطع أن يصلحها وأن يزكيها تستخدم تلك النفس في عمل أشياء تضر الإنسان لأن هي جواها أبشنات عالية جدا المفروض أنها تستخدم في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى طيب إحنا الوقت كأننا دخلين على كورس صغير كده بيختصف نقطة تطبيئية مكملة للإصدارات اللي نزلناها على الموقع عن النفس الحقيقية ومكملة للحلقات المجانية اللي نزلناها عن اليوتيوب عن النفس البشري يعني ده عبارة عن تطبيقات على أجزاء معينة مكملة للصورة اللي إحنا بدأناها على اليوتيوب وعلى الموقع بتاعنا هنتكلم بقى الوقت إن شاء الله عن تزكية النفس وهنفهم اللي مش هيزكي نفسه هيحصله إيه وعشان تزكي نفسك تعمل إيه ده إن شاء الله موضوع كورس النهار تزكية النفس قبل ما نتكلم عن تزكية النفس خلينا نشوف هي ليه النفس محتاجة تزكية ولو لم تزكيها إيه لا هيحصل للنفس إحنا قلنا وهنفضل نقول ونعيد بناء على فهمنا من علم الكتاب إنك أنت في الخلاصة عبارة عن حكتين عبارة عن الإنسان وعبارة عن النفس هي ده الخلاصة بتاعت كل واحد فينا واللي مش هيفهم الحكاية دي ومش هيفهم الفرق ما بين الاتنين كلما الإنسان ما يبقاش فاهم حدود النفس وحدود الإنسان كلما هو هيبقى فاشل داخليا في التحكم في نفسه وفي إنسانيته قلنا إن الإنسان خلاصة القلب لازم يبقى قلبي سليم ما يبقاش قلبي مريض إلى آخر من تلك التفاصيل فلو أنت عايز تطهر الإنسان اللي جواك يبقى تشتغل على القلب بعد ما القلب بيشتغل بيشتغل أو بتشتغل النفس وقلنا إن القلب بتاع الإنسان القلب هو له صلاحيات مختلفة عن صلاحيات النفس صلاحيات القلب وبشنات معينة ولو سلطة معينة عليك أما نفسك بتديك طابع تاني وسلطة تاني ده كان خلاصة كل اللي احنا قلنا هنتكلم بقى الوقت إن شاء الله عن تزكية النفس وهنعرف أصلا ليه أنت محتاج تزكي نفسك بدئة دي بدئة أنت الإنسان والقلب يعني بتاعك أنت الأساس يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنت اللي بتقرر أنت الإنسان وقلبك اللي بيقرر وأنت اللي بتفكر ثم تبدأ النفس في الموافقة أو تزويدك بما فكرت فيه أدك مثال بسيط أنت الوقت كإنسان قلت أنا جعاني أنا جعت أنا جعاني مين هنا اللي فكر؟ يعني منبع الأفكار عندك من النفس ولا منك من قلبك من القلب فلما أنت تقول أنا جعاني فأنت هنا الإنسان هو اللي بتكله القلب هو اللي بتكله مين بقى اللي يقوم قايل أنا نفسي مثلا في جنباري مشوي أو كفتة مشوية مين اللي بتديك البعد ده؟ ده مش أنت بقى الإنسان ده النفس بتاعتك هي اللي بتديك بعد إضافي للفكرة بتاعتك فلما أنت تقول أنا جعان هنا أنت الإنسان المجرد بيتكلم لكن جعان ونفسك في إيه؟ حتى نفسك في إيه؟ تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس يعني هي اللي بتدي بعد وامتداد للفكرة اللي أنت بتطلعها إذن من هو منبع الأفكار؟ الإنسان القلب منبع الأفكار وهنبقى نعمل إن شاء الله خلال الأيام الجاية كورس إضافي مختلف عن هذا الكورس بتاعتكة النفس اسمه التحكم في الأفكار هيبقى شغال على القلب إزاي تتحكم في الأفكار؟ لأن أنت كإنسان وكقلب اللي بتطلع على الأفكار النفس بقى بتديكي الامتداد وده اللي احنا هنتكلم عليه الوقت اللي هو الامتداد بتاع النفس فمنبع الأفكار واللي بيقرر واللي بيمنع هو الإنسان اللي بيدي له امتداد هو النفس طيب خلينا الوقت أي أن كان نوع الفكرة اللي أنت طلعتها كإنسان خلينا نتكلم النفس بتعمل إيه بقى؟ يعني أنت فكرت وقررت قرار كويس أو وحش أو قلت أي حاجة النفس هتعمل إيه بقى؟ وإيه اللي أنت محتاج تعمله معها عشان لا تؤذيك تلك النفس زي ما ربنا حكى في القرآن بعد ما أنت بتقرر القرار تبدأ النفس بتاعتك توفقك على القرار اللي أنت خدته هي بتوفقك هي موجودة عندك مش عشان تعرضك عشان تديك وتزودك بما تطلبه منها فأنت الوقت طلبت منها عندها بقى النفس عندها إمكانيتين في منتهى الخطورة إمكانية اسمها التقوى وإمكانية اسمها الفجور دول أعظم إمكانيتين يمكن النفس أن توفرها للبناء آدم يعني شوف هي موجودة هي عاملة زي جهاز خاص بك على بعد 2 متر منك بيأمنك بتعمل لك تقوى بحيث أن الحاجة لما تجلها تدوب فيها فلا تؤذيك ما توصلش إليك على طول هي عاملة جدار كده ما بينك وبين العالم الخارجي هي المنطقة الوسطى ما بينك وبين العالم الخارجي عشان تبقى هي أفلع لك وحمياك أو تبقى هي فيها منافذ وفتحة عليك فتبقى عاملة ما يسمى بالفجور الفجور يعني الفتحات وهنتكلم إن شاء الله بقى الوقتي على إن أدى الإنسانه بتبقى النفس حوالي بالشكل طبعا شكل تشبيب بتبقى النفس حوالي الإنسان طول ما النفس مقفلة المجال يعني أفلة ما فيش فيها أي فتحات ده بيبقى اسمه تقوى فبتبقى أي حاجة جاية تخترقك أي شطان أي وساوس أي طقة خبيثة من حد أي حاجة بتخترقك بتبقى النفس أفلة عليك هي هنا لأنها عندها والحاجة ما توصل لكش يعني أنت جوه كقلب بقى وكفؤاد الحاجة ما توصل لكش لأن فيه تقوى حواليك مين اللي بيوفر لك البعد بتاع التقوى ده النفس العكس بقى لو أنت بدأت تطلب من النفس بتاعتك دايما أشياء ضد اللي ربنا أمرك به تبدأ هنا النفس يحصل فافتحات يعني الجدار المحمدة يبدأ يثقب تده يبقى مفتوح إيه الفتحات دي بقى الفتحات دي عارف لما يكون فيه صخرة ربنا بيقول فجرنا الحجارة وإنا منا الحجارة الحجارة تبقى متأفلة لما يتفجر منه يعني يخرج منها فتحة يطلع منها المي النفس بتاعتك لو تم وضع فيها ثقوب يعني فتحات ليه ليه فيه فتحات لأن انت طلبت منها كده انت طلبت منها انها تزودك بالمتعة بتاعت الفاحشة مثلا انت عايز تعمل فاحشة فعايز توصل لقمة المتعة من الفاحشة فانت هنا بتطلب منها انها تفتح لك فتحة علشان تشد من خلالها كل أقصى ما في متعة الشيء هنا هي بيحصل فيها الثقوب دي اللي هي الفجور في الحالة دي بقى معتش فيه تقوى لأن التقوى عكسى الفجور التقوى اللي تبقى متأفلة قفلة عليك وحميالك الفجور انها تبقى مفتحة بتفضل بقى النفس تزيد في التفتح ده اللي هو المفتاح اللي بيحصل له اللي هو الفجور لغاية ما هي تبقى كلها مفتوحة يعني لو تخيلنا قد صورة إنسان تانية النفس بتاعته بقت عبارة عن حتة كده والباقي ده كله مفتح حتة كده هو عنده والباقي ده كله مفتح مفتوح يدخل بقى منه أي حاجة في الحالة دي بقى النفس بقت منكمشة واخد جزء بسيط منه وده اسمه الدس الدس عارف لما ربنا بقول أم يدسه في التراب يعني هو موجود مش هيتلاشة هو موجود بس مختفي ومنكمش ومنزوي عن الظهور والتأثير فالنفس لما تبقى واخد حتة صغيرة منك بيبقى هنا دس وبيبقى هنا المساحة دي كلها مساحة انفتاح على شهواتك أو على غريزك أو على هواك بحيث إنك تستمتع بالمعاصي أو تستمتع بالأشياء الموجودة حوالك ده بقى هنا الفجور طيب الأمر الخطير بقى لما الإنسان بيبقى في الصورة دي يعني أنت عندك صورتين إنسان تقدر هأرسمها لكم بشكل مختلف شوية أدى إنسان النفس بتاعته مقفلة عليه أهو ده كده عبارة عن التقوى النفس بتاعته 360 در يقفل عليه أدى إنسان تاني النفس بتاعته بقت عبارة عن الحتة دي كده مثلا والبقى ده كله مفتحة ده عبارة عن التقوى اللي هي بتدهلك فبتحميك من أي اختراقات وده عبارة عن الدس اللي بيحصل إيه بقى لما الإنسان بيبقى في الحالة دي وعلى فكرة أوعي أتفكر أن أنا بتكلم في كلام مش موجود ده يمكن تلت تربع البشرية بالحالة دي يعني قل أن تجد إنسان بالحالة دي ومهما على فكرة يتعلمه من علوم طاقة ومهما يعمله برانيك هيلينج ومش عارف مهما يعمله من علاجات هما بيعالجوا المجال الحياة وبتاع الخلايا إنما النفس في الخلاصة زي ما ربنا قال يا كده يا كده يا متزكية يا تم دسها يا تقوى يا فجور مش موضوع طاقة هيحميك ولا فيها أي حاجة هتشفعلك لو النفس كده ما فيش أي حاجة هتفعلك طب إيه اللي بيحصل بقى لما تبقى النفس بالشكل ده منكمشة وقت حيطة صغيرة والباقي ده مفتوح مفتوح بقى مفتوح على البحر الشياطين تدخلوا أي حاجة في الحالة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقيد للإنسان حاجة دايما كنا بنسمع عنها دايما كنا بنسمع عنها بس ما معرفناش هي بتاعت إيه اللي هو عبارة عن إيه عبارة عن القارين في الحتة دي بقى بيجي بيجي يتخصص للإنسان يعني يتخصص للإنسان شيطان ياخد المساحة بتاعت النفس اللي هي ما خدتهاش اسمه القارين يقوم الشيطان راكب هنا كده وهي بقى إيه منكمشة ومنزاوية وضعيفة في الحتة دي في الحالة دي بقى القارين اللي ركب ده ده صوفت وير جديد بيشغلك اسمه القارين نقيد له شيطانا شيطان طبعا هو بيبقى شطان فهو له قارين طيب إذن ممكن يبقى فيه ناس حواليك ومن عيلتك ومن أسرتك وناس حواليك القارين بتاعهم شغال وفكر هل انت وده بقى أحد التطبيقات بتاعت كورسي النهاردة هل انت ليه قارين ولا ملكش لأن لو ليه قارين تبقى انت على حافة الهلاك لكن لو ملكش قارين يبقى انت تمام انت حكتك معك خد بالك لأن ربنا لما تكلم عن الإنسان لحظات الموت ويكشف عنه لضطاء بعد كده ربنا بيقول قال قارينه لأنه كان له قارين لأن أغلب الناس كده الآية دي بتنطبق على غالبية الناس لكن المؤمنين اللي بيتوفاهم الله وهم طيبين الملاكة بتكلمهم مباشرة مفيش بقى الحاجز بتاع القارين ده اللي بيهود يدافع أو بيهود يبرر أو بيهود يتنصل من المسئولية علشان كده لما نتكلم بإذن الله قريب عن إصدارات السحر ونقول انك بعض الناس يقول لك أنا لما بروح لساحر فلاقيه يقول لي انت اسمك كذا ومامتك مش عارف كذا وعملت كذا وبجيب المعلومات دي منين وبيعرف المعلومات دي منين أو سيابتك وبعرف المعلومات دي لأن فيه قارين حواليك لأن لو النفس بتاعتك كيتمتغلبة على فكرة النفس اللي ما بتبقى قفل عليك ما حادش بيعرف عنك حاجة ما حادش عرف يختلق ما فيش شيطان أصلا يعرف يخش يسرق معلومة ويطلع كأنها منطقة مغلقة ممنوع الاقتراب والتصوير لو النفس هي المتغلبة فما فيش شيطان يقدر يخش يسرق حاجة ويطلع إنما في الحالة دي القارين موجود وبالتالي أفكارك كلها معاه بالعكس ده هو اللي بيفكر له أفكارك معاه أسرارك معاه مشاكلك معاه فالقارين ده سهل انه يقابل قارين حد تاني موما كلهم عايشين أصلا بعيدا عن الله سبحانه وتعالي فسهلا أن المعلومات تتنقل ما بينهم لأن انت ما عندكش التقوى عندك فجور ليه؟ لأنك لم تزكي يعني الخلاصة من كل ده هو أنك لم تزكي النفس ربنا بيقول ونفس ونفس وما سواه فألهمها فجورها اللي مفتاح ليه بتعمله وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها أو ده بقى اللي دسها خاب لأنه هو بقى مفتوح فبقت كل بقى يمكن أن أمراضه اللي بتجيله الناس تبقى عارفها من قبل ما تجيله لأنه هو كل حاجة عنده مفتوح طيب الكلام بقى المهم الوقتي كيف نزكي أنفسنا احنا عرفنا وفهمنا خطورة عدم تزكية النفس فالسؤال هيبقى كيف نزكي أنفسنا عشان نجاوب على السؤال ده لازم الأول نقول معلومتين مهمتين جدا الإنسان نجاحه نفسي بيسمى فلاحة ونجاحه الإنساني بيسمى فوز يعني إيه أنت كإنسان كإنسان بيقص نجاحك بإيه بإنك عندك نعم بإنك مستغنى عن الناس بإنك عندك زرية والحمد لله عندك نعم فكل ما بيكون الإنسان حواليه نعم وما حوالهوش مضار وعقوبات وأضرار وأخطار كل ما بيبقى هنا واخد إيه الفوز علشان كده في الآخرة ربنا بيقول فمنزوح زيحة عن النار وأود خلال جنة فقد فاز يعني دخولك الجنة ده مش فلاح دخولك الجنة ده فوز ابتعدك عن النار ده فوز النعم ده كل اسمه فوز وبالمناسبة يمكن 99% من الناس في الحياة عايزة من الفوز لكن بتسيب النفس اللي هو الفلاح ربنا بيقول قد أفلح من زكه وبيقول برضه ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون قد بالك من الفلاح ده ده عشان يبقى ده هدف إن شاء الله تبقى أنت من المفلحين وأولئك هم المفلحون لأن التزكية لما أنت تزكي النفس يبقى أنت هتبقى في النتيجة من المفلحين فدائما ادعي رب جعلني من المفلحين من المفلحين يبقى ده معناها أنت بتطلب منه إنه يزكيك بشكل غير مباشر طيب نتكلم بقى الوقت على كيفية تزكية النفس وده الكلام المهم اللي هيفرق إن شاء الله في حياة النفوس بتاعتكم بفضل وبإذن من الله سبحانه وتعالى النفس زي ما قلنا قدامها احتمالين ايه بقى اللي بيخلي النفس تكبر تتسع تتملى تملى مجالك طقيق كل ما في الدنيا من أخطر يعني هي عاملة زي جدار منيع النفس عاملة زي سد منيع فيروسات عايزة تدخل طاقات خبيثة حسد ما أيا كان مكر الناس جدار منيع حواليك اسمه النفس حميق لأنه عندها طقوة طب إزاي أنا أنا ما هي بتوفر للطقوة هي بتوفر للطقوة وأنا بوفر لها التسكية أنا بزكيها تقوم هي طقيني إزاي أنا زكيها عشان هي تديني بقى الطقوة دي عندك سبع حاجات سبع خطوات سبع أسرار بإذن الله سبحانه وتعالي لو أنت يوميا من بعد المحاضرة دي أو من بعد الكورس ده بدأت يوميا ده مش هتعملها مرة في الأسبوع وبس يوميا بالتابع السبع أنت بتعمل فوم إيه هتبدأ نفسك تتزكى فتبدأ هي اللي تتغلب فتبدأ تعمل لك الجدار المنيع فتحميك فأنت كإنسان بقى تفوز بالنعم دون ما هي حاجة تأذيك من بره سبع حاجات اللي هي طرق تزكية النفس رقم واحد الذكر ده عبادة دي لا ركز معايا وهتستوعب إن شاء الله اشمعنا السبع دول رقم واحد الذكر رقم اتنين الشكر أهي خطوات تطبئية بس هتفهم إيه الرابط ما بين الحاجات دي وما بين تزكية الناس ثلاثة الإبصار أربع الهداية خمسة الجهاد للنفس أو بالنفس هنتكلم عليك من شكل ستة تزكية الإنسان يعني الإنسان يزكي نفسه سبعة غير تزكية النفس سبعة والأخيرة من عمل صالحا تعال بقى نفهم إيه السبع دول وش معنى السبع دول هما اللي إن شاء الله يعملو لك ما يسمى بتزكية الناس نبدأ الأول بي الذكر الذكر في الأساس ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإحنا قلنا إن أدى القلب ودى النفس فلما أنت بتفتكر ربنا الذكر ده معنى إنك تفتكر ربنا لما أنت بتفتكر ربنا من هنا اللي افتكر ربنا جواك القلب هنا بيطلع الذكر فقلع بذكر الله بتطمئن القلوب حلو كده بس ده هو لو الذكر كان ذكر عابر يعني افتكرت ربنا كده ثلاثة أربع ثواني وخلاص ربنا بقى بيقول لك إيه اذكر ربك في نفسك مش في قلبك قلبك سهلة ما أنت مجرد ما تفتكروا اللحظة ده في قلبك خلاص لأ اذكر ربك في نفسك تدرعاً وإلى آخر الآية غريبة في نفسك دي يعني إيه أذكره في نفسي ما أنا بذكره في قلبي إزاي أذكره في نفسي خد بالك لأن الذكر الذكر السر يمكن هو الأسرار ده هي كلها اللي يتعمل تذكيت النفس لابد إنها تبقى بعد الذكر الذكر ده رقم واحد نمبر ون ولو أنت تدربت عليه لوحده الأول وبحكيه عملت دول فده أفضل لأن ده الأكبر في تذكيت النفس عبادة الذكر إزاي لما أنت بتفتكر ربنا لحزتين تلاتة كده كده أنت افتكرته في قلبك كده النفس بتاعتك إيه زماهية منكمشة منزاوية ما لكن أول ما أنت بتبدأ تذكر ربك بشكل مضاعف يعني تبدأ تفتكره ساعة متواصلة يبقى في بالك ربنا سبحانه وتعالى يبقى في بالك ربع ساعة أو نص ساعة متواصل هنا بقى زي ما احنا قلنا بتكب كباية بتكب الإزاست المية في الكباية اللي في النص فلما الكباية تتملى تبدأ الكباية تفيد المية فيها على مين؟ على الحل فلما أنت تعد تذكر ربك دقيقتين أنت هنا ذكرته في القلب لكن لما تفضل تبقى فاكر ربك وتفكر فيه وتزبح في ذكره وفي افتكاره ربع نص ساعة ساعة هنا بيبدأ الذكر يتحول من القلب ويفيد على النفس طب في الحالة دي اللي يحصل لما ذكر ربنا بيقوله ذكر ربك في نفسك في الحالة دي اللي بيحصل لما النفس بتاعتك بتتملى ذكر ما هو ربنا قالك ذكر ربك في نفسك لأنه هو اللي خلقت فهو قدرى أنها لما بتتملى ذكر بتشتغل كأن الذكر ده هو الوقود اللي بيشغل كل حاجة فيه فلما أنت بتذكر ربك في نفسك ده بمانة تلقائية من الله أن نفسك ساعتها بتتزكى وتبدأ كل أبشانات كأنه وقود عربية تحط فيها كهرباء ووقود تبدأ تشتغل من جديد علشان كده فيه آية بتقول ومن يعشو ركز ومن يعشو عن ذكر أهي عبادة الذكر ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين أو شمعنى جاء قرين لأن عبادة الذكر لما قلت خالص عنده فبقى الذكر مش موجود في حياته هنا النفس بتاعته لأن ربنا بقول نسو الله لاحظ الذكر والنسيان والقرين اذكر ربك في نفسك ساعتها نفسك تتزك انسى ربك يبقى هنا ينسيك نفسك نسو الله فأنساهم أنفسهم فلما أنساهم أنفسهم انكمشت فجاء من القرين إذن ما تستغربش بقى أن دايما ربنا يقول لك اذكر الله ذكرا كثيرا والناس بقى بتعطي الأرقام اللي يقعد يقول لك ألف مرة كثيرة كثيرة يعني بكثافة لأن كثافة الذكر كلما أنت تبقى قاعد أغلب اليوم الله سبحانه وتعالى في بالك وفي خيالك أغلب اليوم كلما ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنت بتذكر ذكر كثير بكثافة كلما يبدأ هنا الذكر يخش في ثنايا النفس ويستحيل أن يكون لك قرين ويستحيل أن تخترق ويستحيل أن يتم دس نفسك وانت ذاكر لله كثير مش ذاكر بس لأن المنافقين ربنا بقول عن المنافقين وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ أهو بيذكره أهو بيذكره ربنا بس إيه قليل اللي هو الذكر اللي هو يبقى في القلب بس شوية ذكر كده كل موقف عابر يبقى في القلب ما يلحقش الذكر ده يطلع لمين للنفس إذن عندك واجب يوم يوميا عشان نفسك تتذكى والله لما أنت تبقى داخل على شغلك ولما تبقى داخل على أي حاجة عايز نفسك تخدمك أنت عايز نفسك دي تزودك بإمكانيات عالية عايزها تخدمك اخدمها إزاي زكيها إزاي إملاها الأول نص ساعة ساعة ذكر الله قبل ما تخش على أي تجربة طب سؤال لما جاء ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يعني أنت قلت ذكرك كثافة أفضل ذكر لله سبحانه وتعالى بشكل كثيف مش بس كده تذكر ربنا سبحانه وتعالى بالتساع يعني الذكر ممكن يبقى في نطاق ضيق وفي ذكر يبقى في نطاق متسع متسع كده يبقى الذكر بالتساع فيبقى أنت بتزود الكثافة وبتزود الاتساع طب ليه الاتساع؟ لأن النفس من طبيعتها الاتساع فلما أنت بتذكر بالتساع كلما الذكر بتاعك يبقى صحي للنفس يعني يا أذكر بالتساع يعني أنت بس إن شفت ولادك الصغرين فافتكرت رحمة ربنا عليك فذكرته بس في ولادك هنا الذكر ديق على نطاق ضيق وانت بقى مع ولادك افتكر شغلك ان برضو ربنا عنده عتيك رحمة في شغلك غير رحمة ولادك عتيك رحمة في شغلك افتكر انه عتيك رحمة في وجود الوالدين افتكر انه عتيك رحمة في افكارك افتكر افتكر فانت هنا بدلا ما كنت ذكره في نطاق ضيق ضيق بدأت توسع النطاق بتاع الذكر فهنا بقى ذكر بالتساع وهو ده بيلبي احتياج النفس بتاعتك كلما النفس بتاعتك تبقى فيها متشبعة للذكر كلما هي تتزكى كلما تمدك بالتقوى كلما تبقى انت في قمة فلاحك يبقى ده كان اول حاجة اللي هي الذكر مش هوصيك بقى يوميا على مدار اللحظة افتكرت ربنا كم مرة معناه نفسك اخبار ايه خلي دايما عبادة الذكر دي هي بالنسبة لك المؤشر والترمومتر عايز تعرف انت لقان نفسك ما شايفين بتعمل ايه شوف ذكرك لو ذكرك ذكر لله ذكر كثير في كثافة والتساع واستمرارية يبقى انت نفس بتاعتك في حال التزكية لو بتفتكر ربنا قليل يبقى بتلقى اترف ان النفس بتاعتك الوقت في حالة يرثى لها وانت ماشي واخد بالك وما تعرفش وبالتالي هيبقى في قرين بيبدأ يحضر من غير ما تحس انه بيحضر علشان كده احرص على نفسك احرص على نفسك نفسك دي كنز معك المضاد بتاعها ان ربنا يديك قرين وانت مش متخيل يعني ايه يبقى معك قرين يعني تبقيت مستباح على كل البشرية زي ما بنشوف حالات كتير ناس بتستباح على الاخر لان دي عايشة بالقرين بتاعه فالقرين بتاعه بيكشفه وبيبيحه لانه عايش في الفجور طيب السر بقى التاني والخطوة التانية اللي تبدأ تخليك في حالة تزكية للنفس الشكر عبادة الشكر اه لا؟ الشكر؟ طب ايه داخل الشكر بالنفس؟ ده شكر على النعم اه ما انت مش وخبلك من حاجة قلنا ادى الانسان او ادى القلب بتاع الانسان وادي الا ادى القلب وادي النفس النعم بتاعتك يا باشا النعم الالاء الايات فضل ربنا عليك رزق ربنا ليك كلنا موجود فينا في القلب ولا في نطاق النفس في نطاق النفس اهو يعني انت كنفس هنا بقى في النفس بتاعتك بيتك هنا ايالك هنا شغلك هنا سيارتك وهكذا وهكذا فالنفس بتاعتك واسعة لدرجة انها تبقى شاملة كل النعم حلو قوي لو انت بقى من الشاكرين او زي ما ربنا بقول وقليل من عبادي الشكور لو انت شكور ومن الشاكرين يعني انت بتمسك كل نعمة من النعم دي اللي هي نعم كتير جدا على فاكرة ده اللي انا كتبته ده النعم الكلية بيت الشغل العيال في نعم تفصيلية يعني العيال دي نعمة طب صحة العيال طب حسن هيئة العيال طب ان العيال بيكبروا بيتعلمهم طب ان العيال مش عارف كزا هتلاقي وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها فانت بتخش كل ما تخش لتفاصيل النعمة كل ما شكرك يزيد النعم دي بقى كلها بما فيها من تفاصيل موجودة فين موجودة في الناس اللي هي حواليك دي طيب ربنا بيقول لئين شكرتم لئين شكرتم انت بتشكر هنا على النعم اللي في نفسك هاي لأزيدنكم من النعم وبيقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة نعمة النعمة هنا لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هاي لأن النعم موجودة النعم بتاعتك كلها بتزبح في إطار النفس كأن النفس كده هي البحر اللي حواليك وكل حاجة بقى إيه موجودة على البحر ده بتزبح فأي نعمة بتفقد أو أي نعمة بتيجي وهنعمل إن شاء الله برضو كورس مجاني لكم مع الكورس يعني أنتوا عندكم ثلاث كورسات ممتازين جدا يعني بقدمهم لكم بفضل من الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم كورس تذكية النفس بتاع النهاردة وكورس تحكم في الأفكار برضو للنفس والحاجات دي وكورس تالت هيبقى اسمه تغيير الواقع عشان تغير الواقع لازم تغير النفس مش القلب لأن كل بتوع التنمية البشرية وبتوع الطاقة وبتوع علم النفس وكلهم شغالين على تغيير الأفكار مع إن تغيير الواقع مش بتغيير الأفكار تغيير الواقع بتغيير النفس مش بتغيير القلب وهنبقى نعمل لها كورس إن شاء الله ينزل لكم خلال الأيام الجاية ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا طيب نرجع تاني بنقول إن كلما أنت بتمسك النعم اللي حواليك يعني تخيل إنك بعد الكورس ده بعد المحاضرة دي عادت تفكر النعم اللي حواليك والديك كل حاجة صحتك جسمك كل حاجة كل حاجة وبدأت تقول يا رب لك الحمد على هذه النعم هذه نعمتك وفضلك أنا ما ما عملتش أي حاجة أنت جبتها لي من رحمتك أهو كده أنت بتشكر طيب وتقوم بقى مسك النعمة الواحدة وتبدأ تدخل في تفاصيلها النعمة دي فيها تفاصيل حلوة أكتر ادخل في التفاصيل وبدأ أشكر على التفاصيل الحالة دي بقى ربنا بيقول من يشكر وده بقى كان سليمان فاكرين سليمان عليه السلام لأن سليمان ما هو ما كانش الراجل ده قليل برضو ولا راجل سهل ده راجل مسخر له الجن والشياطين يعني يعقرين مين ده مش ده مش يبقى له قرين ده كل الجن أصلا تحت رجليه وتحت قديه فالرجل كان وصل لقمة فاهم كل الأسرار دي بتاعة علم الكتاب فسليمان بيقول إيه ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أشكر ومن يشكر أهي عبادة الشكر فإنما يشكره لنفسه يبقى ده معناه كل لما أنت بتزود عبادة الشكر كل لما أنت بتدعم النفس بتزكي النفس بتقوي النفس لأن النفس بتاعتك أصلا جوها النعم فأنت بتشكر على النعم اللي جوه النفس فأنت بتزكي النفس يبقى إيذن تاني سر شوفوا لو بتلاحظهم إحنا بنتكلم في الموضوع مهم جدا موضوع تسكية النفس وعدم دسها والأسرار اللي أنت تعمل بها الموضوع ده في منتهى البسطة وفي منتهى السهولة بس أنت عملها ويوميا وعلى مدار اللحظة فهنا من يشكر فإنما يشكر النفس يبقى أنت هنا بقى هيبقى عندك هدفين هدف إنك تبقى من الذاكرين الله كثيرا ده هدف خليف ذلك يا رب جعلني من عبادك الذاكرين لك كثيرا ولو أنت مرأة والذاكرات الهدف التاني أن تكون من الشاكرين رب جعلني من عبادك الشاكرين رب جعلني عبدا شكورا فكل تشرب كباية المية أو إزازة المية منين دي؟ من ربي سبحانه وتعالى حتى لما تشوف ابنك بيشرب المية يشكر أنت كمان يعني الفرق ما بين إحنا عندنا هنا لفظين في الموضوع ده في الشكر عندك شاكر وعندك شاكور إيه الفرق بين الكنين؟ شاكر وعندك كمان يشكر يعني عندك ثلاث أشكالهم عندك يشكر ده فعل يعني مثلا لما أنت بتشكر مرة بعدين تقعد ساعتين ثلاثة وتشكر تاني هنا أنت بتعمل إيه؟ هنا أنت بتعمل فعل اسم الشكر تشكر تشكر ده أدنى مرتبة اللي هو يشكر لو الشكر بقى منهج في دماغك في تفكيرك في قلبك في حياتك بقى الشكر أساسي هنا أنت بقيت شاكر ربنا بقوله كذلك نجز الشاكرين أو نجز المحسنين يعني المرتبة كده اسمها الشاكرين إن بقى الشكر منهج في حياتك بقت الشاكر بشكل مستمر المرتبة الأعلى بقى اللي هي الشكور مين ده الشكور؟ ده مش بقى اللي بيشكر لنفسه بس ده اللي بيشكر لنفسه ولغيره يعني لو أنت لقيت طفل صغير كانت عربيها تخبطه فعد أو حد أنقذه تقوم أنت تشكر مع أنك ملكش علاقة تقوم أنت تشكر لله أنه أنقذه يعني يا رب لك الحمد أنك أنقذته وهو ما كانش يعرف فإنقاذه نعمة منك عليه أنا بشكر لله النعمة مع أنه مش نعمتي لما تلاقي واحد غاني معده قدامك أو تلاقي واحد ملك من الملوك والأرض والموكب بتاعه معده قدامك ده منين الفضل يا رب لك الحمد ده من فضلك عليه عشان تبلوء يشكر أم يكفر يا رب أنت صاحب الفضل ده عليه هنا أنت بتعمل إيه؟ هنت مش بقيت شاكر هنا أنت بقيت شكور شكور يعني بقيت كله واخد كل النعم بتاعتك وبتاعت غيرك وبتاعت غير غيرك وبتاعت الدنيا كله وبتاعت السابقين وبتاعت الآخر وكل نعم ده هنا بقى الشكرة في الحالة دي بقى طالما الشكر بقى في دمك وبقى في منهج عندك بقيت شكور في الحالة دي بقى النفس بتاعتك في قمة التسكيل ككمة التسكيل ربنا يقول من يشكر فلنفسه طيب وده كان الطريقة التانية او السر التاني اللي انت تبدأ من خلالهم تزكي النفس وطبعا الشكر كمان له ميزة انه لئين شكرتم لأزيدنكم فبيزود النعم اللي هي فين النعم اللي هي في اطار النفس بتاعتك وهنتكلم اكتب بالتفصيل عن موضوع تغيير الواقع اللي هي النعم اللي بتيجي او بتروح اللي هو تغيير الواقع هنتكلم عنه ان شاء الله في كورس برضو مصغر كده هنزلولكم خلال الايام الجاة باذن الله السر ايه التالت اللي هو السر الابصار ربنا بيقول بيقول من ابصر فلنفسه لاحظ كده ذكر الله يجيب ابصار والذكر والابصار للنفس لمصلحتها يعني من ابصر فلنفسه اذكر ربك في نفسك طيب عكس اللي اتنين دول اي بقى عكسهم عكس الذكر النسيان وعكس الابصار العما مش كده برضو شوف بقى الايات اللي ربنا بتكلم فيها نسوا الله فانساهم انفسهم يبقى النسيان بيستهدف مين بيستهدف النفس طيب وآية تانية بتقول قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فيبقى انت عندك الذكر اللي عكسه النسيان يودي عما فالعمى ده بقى برضو يبقى ضد مصلحة النفس وضد مصلحة الانسان لان النفس النفس بتشتغل الوقود بتاعها انك تذكر الله فتديك ابصار فانت تبصرها وهي تبصرك تنور لها فهي تزيدك من النور فمن ابصر فلنفسي يعني انت بتنور لها بالكشاف فهي تديك ابعاد بقى من الرؤية كأنها عندها اطلاع وبعد في النظر اكتر من الكشاف انت بس نور الكشاف ليه نور الكشاف ليه تقوم هي توريك حاجات في الصورة انت ما تشوفهاش من ابصر فلنفسي طيب طب عشان ابصر اعمل ايه عشان تبقى من المبصرين او عشان تبقى من الناس اللي عندهم ابصار ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن حاجة اسمها البصيرة بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى مع عزيرة طيب اعمل ايه بقى عشان ابقى من المبصرين او عشان ابقى من الناس اللي عندهم بصيرة في حياتهم دايما ما تسيبش اي حاجة مضلمة يعني مثلا لما تقرأ بوست لاي حد لما تشوف فيديو لاي حد فيعجبك خد بالك دايما نسأل ربنا فين ربنا فين ربنا فين لما انت بتسأل ربنا فين في البوست ده ربنا فين في الفيديو ده هنا بيبدأ الظلام بتاع البوست اللي انت قاريه او الظلام بتاع الفيديو اللي انت بتشوفه او الظلام بتاع الموقف اللي انت عايشه بيبدأ لما انت بتسأل دايما ربنا يعني تذكر ربنا ذكر ربنا بتذكر ربنا في بالك وانت بتقرأ الشيء بتبقى ربنا حاضر في بالك وانت بتقرأ حاجة او بتشوف حاجة هنا انت بتذكر فهنا انت بتبدأ تشيل الظلام اللي في البوست او تشيل الظلام اللي في الفيديو اللي انت بتفرج عليه فهنا تبصر تشوف بقى البوست تلاقي الحاجة اللي قدامك تشوفها بابصار فذكرك لله وانت في الموقف بيخليك تكشف الظلمة اللي جوه الموقف فتبصر فلما تبصر يبقى تداسكية للنفس ربنا يقول ومن أبصر فلنفسه ومن عمية فعليها يبقى أنت لو ذكرت ربك لنفسك طب لو نسيت ربك ينسك نفسك طب لو أنت أبصرت يبقى لنفسك طب لو أنت عميت هيبقى على نفسك خد بالك من هي شبكة شبكة والله لذيذة جدا وسهلة جدا بس أهم حاجة أنك تبقى فاهمة وتطبقها على طول أنك دايما تبقى أي حاجة بتشوفها ما تعجبش بسرعة ما تنبهرش ابصر فيها اذكر ربك فيها ويبدأ أشوف الضلمة اللي في الحاجة عشان تبصر فلما تبصر ربنا ينور لك نفسك ويذكي لك نفسك فهينا بقى على فكرة في حاجة برضو هنتكلم عليها إن شاء الله يسمها النور إن ربنا يجعل لك نور ما واستحالة يعني هيبقى عندك نور زي ما ربنا بيقول عن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يجعل الله له نورا يمشي به في الناس إنه يبقى ليك أنت منور أنت إنسان منور يعني إنسان منور يعني بتشوف بتشوف الحاجة واضحة بتلاقي الدنيا منورة عندك ده طبعا هيجي بعد إيه بعد ما يبقى عندك الأول البصيرة ودايما بتشوف البصائر بتاعت ربنا فإنما يبقى عندك البصيرة والإبصار والبصائر يبدأ هنا توصل لمرحلة أعلى من البصيرة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك نور تمشي به في الناس فيبقى أنت بتيمشي كده تشوف آه ده منافق من غير ما تحكم عليه على فكرة يعني الشرط إنك تحكم أنت في قلبك آه ده إنسان مزور آه ده إنسان ده إنسان كويس حتى لو قال معلومة مش دققة بس ده ده صادق منين عرفت دي ده مش حكم عندك ده نور ربنا بيبديهولك تمشي به في الناس فبتعه تميز لأن من الأول أصلا أنت عندك إيه عندك بصيرة طيب يبقى ده كان السر الثالث إن أنت تعيش في الإبصار وتبدأ دايماً أوعد تتعامى أوعد تشوف الحاجة وتقوم تطنش وتتلاقي فيها فغرة وتطنش أوعد لأن هنا أنت بتتعامى فمن عامية فعليها وده كله هيبقى مش لمصلحة النفس بتاعتك طيب السر الرابع أو الخطوة الرابعة الهداية إنك دايماً تبقى فيه ماشي في طريق الهداية ربنا بيقول من اهتدى فلنفسه لو تلاحظوا على فكرة الحاجات اللي أنا جايبها دي بتاعت اللي تعمل تزكية اللي هي جت في القرآن من عمل كذا فلنفسه من عمل كذا فلنفسه دي بقى اللي بتعمل تزكية النفس عشان تبقى عارفين المحاضرة دي أو الكورس ده تشكل إزاي يعني من يشكر فلنفسه من أبصر فلنفسه عكسها بقى من عمية فعليه من اهتدى فلنفسه من جاهد فلنفسه من تزكى فلنفسه من عاملة صلاحة في النفس هي كده أما الذكر كانت جت في أكتر من أي نيجي للهداية الهداية ربنا نبقل منهتدى فلنفس الناس عايشها إما في الهداية إما في الضلال طب الضلال معناه إيه والهداية معناه إيه الضلال معناه غلبة غلبة الواقع يعني شوف حرف الضد ضلال يعني تحس كده ضلّة تحس إنها يعني كلمة غليظة الضلال دي معناها غلبة الواقع يعني أنت حواليك ناس حواليك مواقف سيئة فخلاص صدقت الواقع ده صدقت غلبة الواقع فهنا انت ضليت طيب الهتداء بقى والهداية إن انت لا تتأثر بالواقع فتبقى شايف وعارف أبعد من الواقع اللي هو ربنا قالك عليه إنك تبقى مؤمن بالغيب إنك تبقى شايف ربنا سبحانه وتعالى ومن تشايف الواقع من تشايف الواقع أكتر من من تشايف ربنا هنا بقى النفس اللي حواليك دي كلما انت تبقى متأثر بالواقع اللي برا يعني كلما انت بتضل كلما هي بتبدأ تنكمش لأن هي مش بتاعت الواقع هي بتاعت الغيب هي بتاعت ربنا فكلما انت بتتأثر بالواقع بتنكمش في الواقع دايما الأخبار هي رقم واحد دايما السياسة هي رقم واحد دايما الأزمات الاقتصادية هي رقم واحد الضلال من الآخر انت عايش في الضلال يبقى انت في الحالة دي نفسك تبدأ مالهاش علاقة بالضلال مالهاش علاقة بالواقع فتبدأ نفسك تنكمش فلما هي تنكمش خلاص بقى مع السلامة يبدأ بقى القارين يجي اشتغلك من ناحية تاني ربنا بقى بقول من اهتدى؟ يعني ايه اهتدى؟ ما سداش الواقع بص لأبعد من الواقع بص للغيب بص ربنا شاف ابتلاء ربنا أو رحمة ربنا أو عقاب ربنا من وراء الأشياء هنا بقى بيبصر ده ده برضو نوع من الإبصار ده هنا الهداية دايما وانت بتشوف الأخبار ما تصدقش الواقع اسأل نفسك ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يسير من أحداث؟ هنا انت ما بتصدقش الواقع هنا انت بتبص من وراء الواقع ايه لوراء الواقع؟ هنا انت بتحاول تهتدي وفي الحالة دي لو انت عشت يوميا وانت بتقرأ اي حاجة وانت بتفرج على اي حاجة بمبدأ الاهتداء من اهتدى فلنفسك وده كان السر الرابع السر الخامس بقى اللي هو الجهاد وده جاه على شكله جاهدة بنفسه والنتيجة بقى تبقى جاهدة لنفسه يعني انت بتجاهد بيها ليها يعني ايه؟ وانت بتعمل عمل معا انت عاب بتشتغل اوه ممكن تتعب شوية تيجي على نفسك شوية وتتعب وممكن تراح روح دماغك او تراح روح تريح نفسك زي الناس اللي عايشين في الراحة وكلام ده ربنا بقول جاهد بنفسك ان لازين اجاهدوا باموالهم وانفسك النفس بتاعتك عندها طاقة عندها باور طوعت له نفسه وسولت له نفسه اهمتهم انفسهم بتديك همة شوف اهمتهم انفسهم يعني الهمة والنشاط بتبقى من النفس فلما انت بتجي تشتغل وبتبقى عايز تستريح الطاقة اللي جواها اللي هي الهمة اللي جواها ما بتستخدمش انت ما بتستخدمهاش عايز تشتغل مستريح فما بتستخدمهاش في الحالة دي بقى انت لم تجاهد بنفسك في الحالة دي بقى نفسك لا تتزك جواها طاقة مهدرة طاقة لا تستعمل طاقة لا تستعمل تبدأ هي بتاقتها تنكمش ليه؟ لان انت لم تجاهد بها لان عندها الامكانيات التجهيزية والهمة والحيوية والنشاط عشان كده لما تجي تشتغل في احد طرق التسجية وانت بتشتغل انك تتعب في الشغل انك تجاهد في الشغل انك تبزل طلع الطاقة اللي عندك الطاقة اللي جوها نفسك دي صلعها فانت هنا تجاهد بنفسك لله طبعا فيبقى الجهد ده بقى يرتدي لها يرتدي لها بالإيجاب من جاهد فلنفسه فتتزكى انما لو انت موفر الطاقة دي جواك يبقى انت هنا لا تجاهد بنفسك يبقى نفسك لن تأخذ يعني هي انت بتعمل العمل بيها ليها من مصلحة النفس ان انت تخرج الطاقة بتاعت ان انت تجاهد بيها انما لو انت مريحها وعايش في الراحة والرواءان يبقى انت هنا لا تجاهد بنفسك يبقى نفسك هنا لن يحدث لها تسجي طيب ده كان السر الخامس السر السادس اللي هو من يتزكى فانما يتزكى لنفسك يتزكى شوف كلمة يبقى انت عندك هنا في القرآن جاء حكتين جاء زكي النفس وفيه تزكى ربنا بقول قد افلح من زكاها زكى النفس اما تزكى دي انت انت كانسان ومن يتزكى لنفسه يعني من يتزكى فانما يتزكى لنفسك طب يعني ايه يتزكى يتزكى دايما بيحاول ينظف نفسه من الصفات اللي ما تشغلش النفس يعني انت لما ان شاء الله بإذن الله تعمل الخطوات اللي فاتت دهي تحاول تذكر وتشيل النسيان تحاول تبصر وتشيل العمل انت هنا بتعمل ايه تتزكى فالتزكى دهو لمصلحتها يعني قيامك بالخطوات دي لمصلحة النفس دي كانت خطوة عامة او خلاصة للخطوات اللي فاتت الخطوة الأخيرة من عاملة صالحا فلنفسه ومن أساءة فعليها عشان النفس بتاعتك تتزكى لازم تبقى بتوجهها انت بتوجهها انك تعمل بها عمل صالح مش عمل حسن ايه الفرق؟ طبعا لا الحسنة الحسنة تزهب السيئة يعني دول في في تعارض ان دي عكسها دي لكن العمل الصالح عكسه العمل الفاسد الفاسد ده يعني اللي ايه اللي مالوش لازمة اللي ما بيجيبش نتيجة ده ما بيجيبش نتيجة العمل الفاسد يعني طبخة طبخة اتحرقت الطبخة اللي اتحرقت دي هنا فاسد يعني غير صالحة للأكل يعني لما انت تعمل عمل خليه عمل صالح نافع مفيد ليك وللغيرك فلما انت دايما بتركد لان اغلب الناس بتبقى عايزة تعمل عمل حسن عشان يبقى شكل العمل حلو لان العمل الحسن بيبقى جميل ومبهر العمل الحسن عكسه العمل السيئ فلما انت بتعمل عمل حسن لو هو عمل حسن صالح يبقى زي الفل لكن لو هو عمل حسن لكن ما فين الفايدة بتاعته عملوا صورة ممتازة ولا عملوا شعف ايه ممتاز شكلها مبهر بس ايه الفايدة مفيش الفايدة بقى دي اللي هي ان العمل يبقى نافع ومفيد وينفعك ده اللي هو العمل الصالح فكل لما انت بتركز على انك تعمل عمل صالح حاجة نافعة حاجة مفيدة حاجة قيمة يبقى انت هنا بتعمل عمل صالح يبقى ده كله في مصلحة تزكية النفس يبقى احنا الخلاصة بقى الوقتي ان احنا كان عندنا سبع خطوات لتزكية النفس سبع خطوات دول لو انت بتعملهم بشكل يومي ولو سمحت حاول احنا هنحاول ان شاء الله منزلكوا تمارين عشان يبقى الكورس ده نظري وعملي تمارين انك انت في الذكر في اول خطوة الذكر تذكر كم مرة في اليوم تذكر في كم نعمة وبعد كده تحاول ترائب نفسك بعد كده في الشكر هنحاول نعمل لكم جدول او تمرين يبقى مرفق بالمحاضرة دي علشان تتابعهم وتطبعوا الجدول ده وتحاول دايما تعلم على الجدول وتعلم على انا ذكرت النهاردة في كذا انا ما ذكرتش في كذا انا نسيت انا ابصرت انا عميت انا 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 تفضل تعمل التمرين ده علشان تعمل التزكية دي علشان لو حصلت التزكية يبقى أنت في مرحلة المفلحين وفي مرحلة المتقين اللي هي الطاق طيب إن شاء الله هنعمل لكم بقى بإذن الله خلال برضو الأيام الجاية أنا عايزك الأول قبل ما تستنى أنا عارفتكم دايما بتستعجلهم عما نعمل لكم الكورسين التانيين الجايين المرفقين بالكورس ده كورس التحكم في الأفكار هيبقى شغال على القلب وكورس تغيير الواقع عما يتعاملهم استفيد بده ده بيزجا ابدأ اشتغل في دول اصلا دول في حد ذاتهم هيبدأوا يساعدوك إن شاء الله في الكورسين الجايين بتاع التحكم في الأفكار وبتاع تغيير الواقع استفيد بدول دول سبع خطوات لا يمكن أن تستغني لو استغنت عنهم انت عارف النتيجة احنا قلناها في بداية محاضرة النهار شوفكم على خير إن شاء الله في كورس جاي من الكورسات البسيطة والقصيرة دي اللي هي مكملة للإصدارات اللي احنا أصدرناها في الموقع وفي اليوتيوب عن النفس البشرية والتسجير وما تنساش أي حد من الناس اللي حواليك لو لقيته عايز يصلح نفسه عايز يتزكى ويزكي نفسه اتفرج على المحاضرة دي وفرجوا عليه إنما الناس اللي عايشة بالقارين بتاعهم والقارين بتاعهم متغلب عليهم والله لو اديته المحاضرة دي ولو اديته المصحف كله ترجمة نانسي قنقر